السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المتابعين وصلني في احد التعليقات انه اشغل اني لابتوب ماتي او افتح البوابة اللابتوب مجرد انه افتح اللابتوب ماتي الغطاء او الشاشة مالتها لح تشتغل عندي اللابتوب مباشرة بدون ما اضغط زر الباورد كيف اتخلص او كيف الغي هذه الخاصية في هذا الفيديو سوف ابين كيفية تشغيل الحماية بالنسبة الى الويندوز عشرة فقبل ما ابدي لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك وفعل جرس التابعات وخلينا نبلش اي شي يخص التعديل على النظام الويندوز عشرة لاح يكون في موجودة سيتنك لح تروح على الستارت وما الستارت لح تروح على السيتك لحظ ان انا هاي هي السيتك تضغط عليها لح تلاحظك هاي الواجهة هاي الواجهة كل اعدادات الويندوز تستطيع التحكم بها احنا اللي خصنا اليوم انه كيفية التحكم في تشغيل الويندوز او اعدادات ضبط نظام الويندوز بالنسبة الى الامان فلاح نروح الى الاكاونتز ومن الاكاونتز لح تروح على الساين ان اوبشنز تلاحظ هنا الساين ان اوبشنز نضغط عليها تلاحظ هنا ظهرت لي الخيارات اللي ممكن انا اني افعلها حتى يحمي لي النظام الويندوز اشغلها واطفيها اغلب الظن انه ويندوز هلو فيس موجود عندك التائم شغله فمجرد انه تفتحها يقرأ وجهك فلاح يشتغل فمن هاي لا تقدر تشغلها واطفيها وهنا نعدك البصمة اذا كانت اللابتوب ماتك تدعم البصمة الويندوز هلو لح اربع ارقام تقدر تخصصها ويفتح لك اقومتها والسيكوريتي كي هنا القصة الاقنوعية خاصة من الفلاشات هاذا الفلاش رام اشوفنا الفلاشة اقنوعية خاصة من الفلاشات هاي فلاشات تكون محرفة هذه لح تكون تدخل الفلاشة للا يفتح لك اني يفتح لك الويندوز ويوجود باسورد هذا هلو تعرفوه وهنا عندك البيكتشير باسورد تقدر تختار الصورة ومن الصورة لح تقدر تختار نقاط معينة مجرد ضغط على هذه النقاط ثلاث نقاط لح تشتغل فها كلها التحكم عندك هنا بالنسبة الى تترك الحسوة فترة طويلة حتى انه تبقى مشتغلة لو تطفى يعني تطفى الشاشة وويندوز يسوي shut down الى ان تجيب تشغله تطلب باسورت مرة ثانية وهنا ايضا عندك دينامك لوك ويندوز can you device when you are away or look your PC when these devices are out of range ايضا عندك بالنسبة الى دينامك لوك هاي اذا تعرف الى اجزة بلوتوث وغيرها فها عندك من هنا تقدر use my sani automatic finish setting my device on apps after update or restart فعندك هنا تقدر تتحكم الطفل وتشغل الى دات تشوف المشكلة عندك الى دات تقدر تطفى او اشتغل ويندوز hello pingر بالنسبة لي انا ما عندي بصمة باللابتوب فما يشتغل هنا نهائيا ويندوز hello ping انا ضايفة قلت لك ما اريد اغيرها والسيكورتي الفلاشة والباسورت بقضة ايضا داخلها ايضا ايضا داخلها فاوجاتي والأكدر تتضيف الزيب اتضيف الmate الحد أبقاء عندي خيارات ايشين القصد الخيارات تلاحظ هالس هنا عندي من بيع انه ويندوز فذلاحظ هنا بالنسبة الى الهان يقولوا we cannot find camera فهنا انا مع العلم بها كاميرا فهنا الخاصية مجموعة تروح على الويندوز هنا فنجر برنت يعني الباصمة ايضا ويكان نوت فاين فنجر برنت يعني ماكو باصمة فلاح تختلف عندك من لابتوب الى لابتوب انت شوف شنوية الخصائص المتاحة على حسب اللابتوب ماتك اللي موجود اكو بيها باصمة وجه اكو بيها باصمة عندك ايت واكو بيها تفتح مباشرة حسب قفل الشاشة مثل ما اوردني التعليق فمن هنا تستطيع انه تتحكم بوسائل الامان وقفل الويندوز وكان هذا الفيديو اليوم لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك وفعل جرس التعبيهات اذا كان لك اي سؤال او استفساد تبليها تحت بالتعليقات بسرد عليه باقرار فرصة ممكنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته